بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية إلى أخيه فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص التهنئة لسلامة فخامته إثر تعرضه للاعتداء الآثم أثناء المشاركة في مراسم عزاء أحد شيوخ العشائر معبرا سموه حفظه الله عن الاستنكار الشديد لهذا العمل الإجرامي الذي يتنافى مع كافة المبادئ والقيم الإنسانية ومتمنيا سموه رعاه الله لفخامته السلامة الدائمة وموفور الصحة والعافية وكل التوفيق والسداد في خدمة البلد الشقيق بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية إلى فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص التهنئة لسلامة فخامته إثر تعرضه للاعتداء الآثم أثناء المشاركة في مراسم عزاء أحد شيوخ العشائر كما ضمنها سموه حفظه الله الاستنكار والإدانة الشديدة لهذا العمل الإجرامي الذي يتنافى مع كافة المبادئ والقيم الإنسانية ومتمنيا سموه رعاه الله لفخامته السلامة الدائمة وموفور الصحة والعافية وكل التوفيق والسداد في خدمة البلد الشقيق بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية إلى فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة عرب فيها سموه حفظه الله عن خالص التهنئة لسلامة فخامته إثر تعرضه للاعتداء الآثم أثناء المشاركة في مراسم عزاء أحد شيوخ العشائر اشتركوا في القناة